الحمد لله رب العالمين ومي أستبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دي مدينة حق استقره ودي مدينات حقه الحدراه ودى مدينة حقه الحضره من حر أنبتا عنده نسق وعنده رتب أمور الدين ومور الدنيا ولا دعوة شقق على مجال بإستمرار الدعوة وأول شيء يعني لو دعيه لما السجد النبي ولمسجد الوبنة أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ولما استغر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بدأ ينسق الأمور دينيا ودنيويا بجانب استمراره في الدعوة إلى الله عز وجل المسجد النبوي وأول خطوة اتخذها في هذا السبيل هو بناء المسجد النبوي واشترى لذلك الأرض التي بركت بها ناقته أول شيء لما استجدت له وديو ويبون ما استفكره وإلا مدير لنا أتل لأبركات ديبة إلى الدابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لقلامين يتيمين يقلك الأوت جنيت يتيم وقلم علت والنبي صلى الله عليه وسلم دابة يوم النوم وكانت مئة ذراع مئة ذراع علت في مئة مئة في مئة ذراع علت تقريبا وفيها قبول المشركين مقابر علونا مشركين وكان كده كمسل يعني أطلال كمسل الدمان على إنسان خرب على أكانات خرب علت وإجاد ناي نخل على الديبع وإجاد بوردو ناي القرقات اللي قولوا منو حتى علت فلا مقابر نبشوا وفقروا ولمدرسوا ونجد قرقوا وكلو تماما نساوقا قدما نجد سوفهو والو دو ولى أساسا نسجد من سلس دراع ودو تحد عافر لنايو والحقان ودو قلو باللحائط ودو قلو منا لبن نطين نزام جالوس واللي نطينو من نطين ومنا جزو على نخل ولا مدر هيني براملت وبحتحت وبشمشمت تمام فرشو من جوا وجعلت له ثلاث ابوابه ثلاث باب ودو قلو ولا قبلة هيني تجاه الشمال على تسق بيت المقدس على تلو وكد الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقلوا الحجارة والنساء الله مسلم والابن واللبن اللي طون لطين لودو اللي قلو جالوس وقلو طوب أخضركم سليهو اللي لهم لما علو والنبي صلى الله عليه وسلم والابن رفع على والمهاجرين والأنصار مهاجرين باكل ما تأوتهم من ما كلم أولو مهاجرينتهم والأنصار تسب مدينة لك مدينة كبتوتهم كلهم مثل الشعير اللي بلا علو وأناشيد اللي بلا علو وأشياء أنا حماس واللي هي النشاط والسكم على زيادة كم سألي اللي مسجد تنبانا ودي قلو اللي أنبتو اللي أول ودايو وأول شغلو تنبي صلى الله عليه وسلم بلا أنبتا وبس متى مسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله حجراته كله قرفات لنبنى حتى قل سودة بنت زعم السيتور رضي الله عنها وحتى قل عائشة رضي الله عنها ولا وكد اللي هي النبق لن كله هادي يعلاني صلى الله عليه وسلم وعائشة ومطأت من مكهة وقريتها وقل سواريح في السنة التاسعة سنة واحدة فجرية اللي وكد اللي بنا ابا أدي الأذان أذان كفقا بقا كفو ود علو مسلس الجماعات قل السلو سلق الله وكد اللي أذان فروض يعلاني أذان السلو يعلوني الأذان وبدأ المسلمون يحضرون للسلوات الخمسة في جماعة لحمس السلوات دي بجماعات قل السلو ما تققب أو لكن لو قتلت حيانا على ولا وقتلت تاكو على سرهم لتقدم سرهم لتأخر قل مي وكد ما حددك إني يعلق قلومني فالنبي صلى الله عليه وسلم شاورا قال له مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم دائما دكتور تريطي حالاتي شو رد حالات فشاورا يقول له مسلمين علامة يعني انها وقتلتها سالات كله لما تقبه قل سروقي يتأخروا سروقي يتقدم ده بيالا مني ده كمسل بيالو واختراحات متعات وعراع متعات صررهم بيالو بوقدي من ننفحكم ننفحكم مسألين يا ميكروفون كمسألين يا اللي روقوا بقين لك الافجر الابواق دي إلا نيدا بيالا وصروا مييني ناقوس نيدا بيالا جرس نيدا بيالا وصروا مييني الساة نوال ليع بيالا لكن عمر بن الخطاب قلمي ناس ندل أكنا الصلاة جامعا يلبل بيالا والنبي صلى الله عليه وسلم درأينا يا عمر قبليو لكن عبد الله بن زيد بن عبدربو أنصاري رضي الله عنه رؤية رآه والأزان دي برؤية رأيه دي منام يعني دي بالنبي صلى الله عليه وسلم معتعوه قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبريكم سألكم سأل رأيك بيالي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيالا إنها لرؤية حق لرؤية رأينا يا حق تبيالا وأمره أن يلقي على بلال حتى ينادي بها لأنه أندى صوتا منه فأذن بلال اتهي بيالي لرؤية رأيك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الأذان هي على الفراحة على الفراحة على السلاحة على الفراحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بلال ترئيبه لي وبلال الآملية وبلال كمسل أدنى عمر بن الخطاب اللي سمعه وبقيد بقيد لرده والباسندة الجرير والله أنا كمسل رئيكو رؤية رئيكو بيلا والنبي صلى الله عليه وسلم أكدت أقوله زيادة اللي يعني رؤية حقته فجأ يجور رداء عمر بن الخطاب والله لقد رأيتم فتأكد بذلك الرؤية وصار الأذان وشعار الإسلام منذ ذلك اليوم سأكد أكد أكاد إلا معل لمن أنبت الأذان بذلك قدميولا مسلمين يبقى إذان لصلى الله عليهم لأنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم علو وتمدب يللو سلى الله عليه كمان صلى الجماعات بعد مرات ركوبية علينا ذي بمكة إبقى عذاب ويلات للمشركين لو أدود علو لكن من إلا من تاريخنا إلا معل وغا تحر أذان قبل قبقه ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أدام ديبو مثل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وكتا السلوات دي بلا باطلا امهالينا دي بحلقة لكال ايد المؤاخات بين المهاجرين والانصار كفعلت النبي صلى الله عليه وسلم لقد وضل كاليت الى ودا فين قيهم حوتنة ودا عاقبين الامهاجرين والانصار دي بلا قلنا تهاجيتو وسقلها انبطح ابدعانو سلام سارح منكم وان شاء الله دي بخير ودي بعافية نتر ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة